الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم في هذا المقطع توزيع المتغيرات المتخلفة أو ما يسمى lag variable lag independent or dependent variable لكن هذا الجزء الثاني منها مخصص لمتأخرة element متعددة حدود أو ما يسمى element lag سأبين ذلك بعد قليل أرجو أن يكون فيه الفائدة العلمة لكم جميع أحبت الطلبة والمتابعين وعلى بركة الله نبدأ قدمنا في مقطع سابق طريقة تحويل تحويل كويك ذكروا كويك ترانفورميشن في تقدير معلمات نموذج قياسي يحتوي متغيرات متأخرة أو lag variable المتباطئة أو المتأخرة كما ترجمتها بعض مجامع اللغة العربية نقدم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع طريقة آمن أو ما يسمى تحويل تآمن حرف D لا يلفظ في هذه الحالة هكذا باللغة الإنجليزية أو ما يسمى تحويل تآمن في بناء نموذج قياسي يحتوي على متغيرات متأخرة آمن ترانفورميشن يأخذ النموذج القياسي الشكل الآتي المعتاد عند الآن المتغير التابع يسب T تساوي ألفة زائد بيتا ناط في XT زائد بيتا 1 في X سب T ناقص 1 زائد بيتا 2 في X سب T ناقص 2 وهكذا إلى أن نصل إلى بيتا سب K مضروبة في X سب T ناقص K زائد الإبسلون سب T اللي هو معامل الخطأ العشوائي هذا الشكل المعتاد اللي هو الجنرال العام لكن إن شاء الله بالتطبيق سنبين كيف نتعامل معهم نتابع على بركة الله النموذج مرة أخرى هذا هو النموذج الأخرى أعيده هذه طبعا المتغير التابع يعتمد على المتغير مستقل XT لكن هذا كذاك الأمر يعني هذا يعتمد على قيم سابقة لXT في الفترة السابقة T ناقص 1 فترة السابقة عليها T ناقص 2 وهكذا إلى أن نصل إلى T سب K X سب T ناقص K نفترض بهذا النموذج بأن قيم المعلمات بيتا ترتفع ثم تنخفض حسب آلية معينة كما في الشكلين الآتين هذا الشكل قيم بيتا هذه بيتا ناط بيتا 1 بيتا 2 بيتا إلى أن نصل بيتا K هذه تأخذ شكل Paranomial أو عفوا الparapola هنا ترتفع 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 تصل إلى القمة ثم تنخفض بعد ذلك أو حسب الشكل التالي Cyclical pattern نسميها إحنا ترتفع ثم تنخفض ثم ترتفع وهكذا فالآن حسب الظاهرة التي نتعامل معها إضافة إلى كيف يقيم الباحث الآن العالم الباحث في الظاهر التي يريد أن يبحث بها كيف يقيم سلوك البيتا كيز هاي بيتا الأولى الثاني وهكذا نتابع يمكن كتابة النموذج مبينة سابقا وهو الآن هذا أستطيع أن أكتبه كما في الشكل التالي الآن لاحظوا لي Y sub T تساوي ألفة هنا زائد الآن مجموعة لاحظوا لأنه مجموعة هنا مجموعة from I equal 0 من I تساوي 0 إلى K في بيتا sub I حيث I طبعا تبدأ من 0 1 2 3 إلى النصر K مضروب في X sub T ناقص I حيث I 0 1 2 3 إلى K زائد الإبسلون اللي هو الخطأ العشوائي لأن لاحظوا إذا عوضنا على سبيل المثال محل I بصفر تذهب الآن هذه كلية الصفر إذا عوضنا واحد صحيح عفوا محل I إذا عوضنا صفر محل I فبيتا بيطلع عندي بيتا ناط في XT لاحظوا هذا الصفر هذا الصفر الآن فبيكون بيتا ناط في XT الآن إذا عوضنا واحد صحيح بيطلع عندي بيتا 1 في X sub T ناقص 1 إذا عوضنا اثنين فسيح عندي بيتا 2 في X sub T ناقص 2 وهكذا إلى أن نصل إلى بيتا مضروب في X sub T ناقص K لائد الإبسلون هذا هو التمثيل باستخدام إشارة الجمع هي بسيطة شكلها معاقل لكنها بسيطة جدا إذا عوضنا عن I بصفر واحد من ثلاث حسب هذا يمكن استخدام نظرية ويرستراس أو ما يسمى ويرستراس تيرم في تقدير المعلمة بيتا I هذا البيتا I يمكن أن نقدرها بواسطة معادلة متعددة بحدود برانوميال من درجة معينة يختارها الباحث حسب الظاهر التي يبحث بها أبين ذلك بعد قليل الآن إذا كانت بيتا سب I تتباطأ أو تتباطأ وتتبع نمطاً كما في شكل التباطأ طبعاً المتأخرة الآن لاحظوا لي هنا تأخذ بالتصاعد ثم بالهبوط وهذا تقريباً يعني زي بوخذ X سكوير أو I سكوير وما شاء الله فإن تقدير بيتا سب I يكون حسب متعددة بحدودها بيتا سب K تساوي A0 زي A1 في I زي A2 في I تربيع لاحظوا لأنها تربيع جاية أما إذا كانت بيتا I تتباطأ نمطاً كما في الشكل هذا الآن سيكريكاً هذا هذا بنكون فيه تكريب وتربيع طبعاً فإن تقدير بيتا سب I يكون حسب متعددة الحدود الآن الآتية بيتا سب K تساوي A0 زي A1 في I زي A2 في I تربيع زي A3 في I تكريب وهكذا حسب الظاهرة واجتهاد الباحث الآن تكون قيم بيتا سب I معبرة عنها بالتعاوض في الدالة كمية الآن بيتا سب كيف تساوي A0 زي A1I زي A2 في I تربيع زي زي A سب M حسب يعني كم يعني إلى مقدار المعلومات أو عدد المعلومات التي نقدرها A سب M مضروب في I قوة M I تساوي 1 2 3 إلى آخره آن كما يأتي لاحظون الآن إذا كانت بيتا سب 0 الآن لاحظون إذا عوضنا عن صفر محل I إذا عوضنا عن صفر الآن عن I بصفر صفر محل I فإن بيتا سب ناط تساوي A0 هاي الأولانية الآن إذا عوضنا عن I بواحد صحيح فبصير عندي بيتا سب 1 يساوي F1 لاحظون لي فبصير عندي الآن بيتا 1 تساوي A0 زي A1 زي A2 لأنه واحد صحيح لاحظون لي طبعا لأنه يعني استخدمت هذه فقط هاي المقدار هذا الآن إذا كانت في عندي عوضنا عن I بمقدار 2 تصبح الآن بيتا سب 2 تساوي F سب 2 تساوي A0 زي A2 لاحظون هاي 2 في A2 زي A4 في A2 وهكذا لاحظوا الآن A1 عفوا A0 زي A1 زي A2 A0 زي A2 زي A4 زي A2 الآن نفرض أنه بالله ثلاثة اعتبرناها بيتا اللي هي كيساوي أو I تساوي ثلاثة فعندي F في ثلاثة يساوي A0 زي A1 زي A9 لأنه الآن هذا يصبح ثلاثة تكعيم في A2 وأربعة ستاش وخمسة خمسة وعشرين وهكذا فهذا النمط اللي بتأخذه بيتا بيتا 1 بيتا 2 وهكذا وهذا الآن الشكل البياني يبين أنه A0 1 2 3 4 وهكذا هنا قيمة البي Ais بيتا فعندي الآن بيتا لاحظوا للصعود ثم الهبوط وهكذا وهو النمط اللي يعني بيأكد عليه متأخرة آمن متعددة الحدود نتابع خلال الأمثلة البسيطة نفترض بأن بيتا تتبع هذا الشكل وهو أبسط الأشكال التي نستخدم هو إن شاء الله سأستخدم مثال أبين فقط يعني بأن البيتا Ais يتخذ مسار التربيع يعني يصعد ثم يحبط ما يعني بأن التقدير بيتا سب آي يكون حسب متعددة الحدود الآتية الآن بيتا سب كيف تساوي A0 زائد A1i زائد A2i تربيع فقط يعني سنستخدم متعددة حدود هذا الحد الأول الثاني الثالث لكن لاحظوا هنا I يعني السواح الصحيح هنا الآن واحد محلها هنا اثنين محلها وهكذا حسب الحاجة وبالتالي يكون شكل النموذج القياسي هذا الآن سأعوض عن كل بيتا بهذا المقدار لاحظوا الآن ما الذي سينتج عنه الآن Y الآن هي Y تنزل هنا ألف ستبقى كما هي زائد الآن مجموع عوضت عن بيتا كيز لاحظوا الآن بيتا ناط واحد نين حتى كي أوكي من I equal 0 لكي بهذه الدالة لاحظوا لهذه الدالة في بيتا كي ها اللي هي A زائد A1 في I زائد A2 في I تربيع مضروب في X سب T ناقص I زائد هذا لاحظوا الآن إذا عوضنا عن I صفر فقط شو بطلع النتيجة بطلع بالحالة هي Y I Y سب T سوى ألف زائد بالحالة هي A ناط في X T إذا عوضنا عن I بساب 1 الآن أعوض عن I 1 بطلع عندي A1 هنا بصير X T ناقص 1 بعدين A2 في I مضروب في X سب T ناقص 2 وهكذا فالآن بقدر أجمع لو دخلت الآن هذه القيمة داخل القوس لاحظوا الآن ما الذي يحصل وتساوي ألف هذه ألف زائد هذه مضروبة في هذه تعطيني هذه القيمة ألف ناط في مجموع X سب T ناقص I هذه القيمة مضروبة في هذه القيمة تعطيني A1 في مجموع I لكن مضروبة في I الآن في X سب T ناقص I زائد A2 لكن مضروبة في I تربيع الآن نعوض عن كل قيمة I حسب 1 2 3 حتى نصل K وهكذا حتى نصل للقيمة التي نحتاجها أرجو الترقيق بها أبسط منها ما فيه لكن تحتاج إلى انتباه بعض الشيء الآن نتابع النتيجة الأخيرة تطبق على المعادلة هذه لاحظوا فقد قمنا بتطبيقة هنا وهي النتيجة التي ذكرناها قبل قليل الآن يمكننا تعريف المتغيرات الآتية نريد أن نعرف الآن W sub 0 T تساوى هذه مجموعة X sub T ناقص I لاحظوا يعني حيث I بالحالة هاية يساوى 1 صحيح هنا الآن W sub 1 T تساوى مجموعة I في X sub T ناقص I منعوض طبعا هنا من صفر إلى K هنا من صفر إلى K وهنا آخر شيء اللي هو W sub T تساوي مجموعة from I equal 0 to K في I تربيع في X sub T سالب I فمنعوض من I equal 0 حتى نستخدم قيم X I الآن Y بالحالة هاي منعوض عن كل شيء بالسابق هنا وهنا وهنا نعوض عن هذه القيمة نحظوا ب W هذه القيمة اللي هي W طبعا 0 T هنا W 0 عفوا W 1 T في A هذه A هنا فW هذه القيمة W 1 T وهنا A 2 مضروف هذه القيمة هو اللي ياتها W 2 T زال إبسلون بالتطبيق بتكون هين جدا جدا إن شاء الله مثال يحتوي الجدول تبيانات افتراضية عن مستويات المتغير Y صب T والمستقل X صب T خلال السنوات هذه السنوات العظوري وبناء على هذه البيانات نرغب بتقدير معلمات نموذج متأخرة آمن من الشكل الآخر الآن هذه البيانات عندي Y T المتغير التابع المتغير المستقل X T هذه السنوات أريد أن أقدر معلمات نموذج Y صب T بيتا 2 في X T ناقص 2 زائد بيتا 3 في X T ناقص 3 أنا طبعا أنا شطبت الأرور ترم هنا حتى أخفف من شكلها ما يعني الآن بأن هذه القيمة لاحظوا لهنا هنا ألف زائد A ناط في W 0 زائد A1 في W 0 كما عوضنا قبل قليل أرجع لها بعد إذنكم حتى تأكدوا ماذا قمنا بهذه الآن هذه قيمة W صب 0 T هذه W صب 1 T هذه W صب 2 T وهكذا فالآن بالتعويض نحصل على Y صب T ألف زائد A ناط في W 0 زائد A1 في W 1 طبعا T T هنا زائد A2 في W 2 زائد الآن A3 في W 3 T طبعا زائد الإبسلون حيث الآن هذه القيمة W صب T 0 T تساوي هذه القيمة الآن يعني الآن مجموع الأولانية هذه تساوي X T زائد X T صب T ناقص 1 زائد X صب T ناقص 2 زائد X صب T ناقص 3 وهكذا عندي الآن W صب 1 T نرجع لها خانة واحدة إلى الخلف تساوي الآن المجموعة طبعا from I equal 0 to 3 هنا 3 ثلاث مرات I منعوض عنها 0 1 2 3 وهكذا هاي مجموعة بكون X صب T ناقص 1 زائد 2 لأنه هنا 0 1 2 وهكذا فالآن 2 3 وأخيرا الآن W صب 2 T اللي تساوي المجموعة from I 0 to 3 to I X صب T ناقص I تساوي A X صب T ناقص 1 زائد 4 X صب T ناقص 2 زائد 9 لاحظوا هنا هاي ترب يعني الآن مربع الثنين بصير تربيع وهنا الثلاث بصير تربيع وهكذا هنا طبعا 1 تربيع الآن ما الذي سيحصل للتقديرات هذه الآن سأستخدم هذه المعادلات حتى يعني أحدد ما هي البيانات اللي بستخدمها أرجو الانتباه الآن على الشكل الآن لاحظوا لي هنا عندي هذا المتغير التابع المتغير المستقل هكذا إذا جمعت القيم الأربعة الأولى هذه القيم لاحظوا لي من هنا عندي هذه X sub T الآن زائد X sub T الفترة السابقة ثم السابقة ثم السابقة بعطيني هذه القيمة بعدين الآن هذا لاحظوا لي إذا جمعت ذلك القيم الأربعة يعطونها القيم الأربعة اللي بعدين واحد اثنين ثلاث أربعة بعطونها ذولا يعني لاحظوا لي أول أربعة قيم أعطوني هذا ثاني أربعة قيم أعطوني ثالث أربعة قيم وهكذا الآن حصلت على W sub 0 T أرجو الانتباه لأنه هنا كله هيد باستثناء كيفية حساب هذه البيانات والأرقام والكمية كيف نحسبها الآن W sub T sub 0 sub T سب 0 T اللي هي تساوي هذا المجموع اللي هي X T الأولى هذه X T الأولى جمعتها من هنا زائد القيم اللي قبلها هاي sub T ناقص 1 sub T ناقص 2 sub T ناقص 3 هذه فهذه المجموع 1 2 3 4 هاي مجموحا بعدين 1 2 3 4 هاي مجموحا بعدين 1 2 3 4 هاي مجموحا وهكذا الآن نيجي على W sub 1 T اللي هي I مضروبة في X sub T ناقص I اللي هي تعطيني مجموع X sub T ناقص 1 زائد 2 في X sub T ناقص 2 زائد 3 الآن سأعود هنا الآن لاحظوا اللي بدي أبدأ الآن واحدة متأخرة وبالتالي الآن هاي نهاية شطة الآن 1 2 3 أوكي فالآن ببدأ من هنا 1 2 3 بعطيني هاي القيمة أوكي طبعا ضرب 2 هذه الأولى لوحدها زائد 2 ضرب هذه زائد 3 ضرب هاي بتعطيني 43.89 86 وهكذا بالنسبة للأخير على سبيل المثال W sub T 2 تساوي مجموع from I 0 to 3 اللي هي I تربيع في X سبتين ناقص I بنعوض عليها 0 1 2 3 بتعطيني القيم هذه إذا ضربت الآن نفتر بدأ من هنا الآن فبجمع بالحال هذه القيمة أو هذه القيمة زائد هذه القيمة ضرب 4 زائد هذه القيمة ضرب 9 يعني 9 في هاي ضرب 4 في هاي زائد هاي بعطون هذه القيمة وهكذا البقية وهكذا البقية الآن شوه نتائج التقدير نتائج التقدير الآن عطتني المفروض أنه خليني بالله عنه هاي نتائج التقدير الآن Y صبتين قبعا هاي صبتين تساوي نزيج التقدير يعني اللي قمت فيه بعد إذن كو أرجع قمنا الآن ب عملية انحدار هذه القيم من هنا يعني هنا الآن خسرناهم ثلاث قيم الأولى اللي خسرناهم فالآن انحدار هذه القيم على الثلاث أعمل هنا يعني هذا العمود يتم regression أو الاس أو انحدار على هذه الأعمل الثلاثة فعندي intercept فالكسور عندي أربعة في أربعة الميتركس اللي بيكون ناتج وبالتالي نتائج التقدير بتكون كما يلي هاي النتيجة الآن هنا y هات سابتية تساوي سالب فاصلة 61 238 زائد فاصلة 57 62 65 سالب فاصلة 87 54 4 زائد فاصلة 27 0 269 لR سكوير طلع عندي 99.4 وهاي قيم ما يسمى الخطأ المعياري لكل معلمة بما أنه الآن لاحظوا لحافة القسم بيكون أكثر من اثنين معنا ذلك أنا مطمئن أنه التقدير مقبول جدا من ناحية نظرية وعملية الآن بيتا نات في النموذج الأصلي تساوي A نات اللي هي هذه القيمة هذه ألفة ستبقى ألفة لكن بدي أنا بيتا نات هذه بيتا نات بيتا 1 تساوي A نات زائد A1 زائد A2 وبالتالي فساوي هذه القيمة سالب هذه القيمة هذا هي زائد هذه القيمة بعطوني سالب 0.025906 لأن بيتا 2 تساوي A نات زائد 2A2 زائد 4 اللي هي 4A2 فبتساوي الحالة هاي 0.57 يعني 9265 اللي هي هذه القيمة زائد 2 هذه 2 مضروبة في هذه القيمة زائد 4 مضروبة هذه القيمة بكون النتيجة لها سالب 0.090539 وأخيرا البيتا 3 تساوي A نات هاي زائد 3 A1 زائد 9 A2 فهكذا الآن هذه القيمة زائد 3 أضعاف هذه القيمة زائد 9 أضعاف هذه القيمة بيطلع النتيجة النهائية فاصلة 38 53 56 أي الآن ما يعني بعد تظهر الخطأ هنا الطباعة يعني بأن الدالة المقدرة بعدما تتكون كما يلي هذه الدالة هاي ألف الأصلية الآن هذه بيتا نات الآن بيتا 2 هذه كما حسبناها هنا أرجو الرجوع لها هذه بيتا 2 بتساوي هذه القيمة وبيتا 3 هذه عفوا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 وبالتالي الآن بتكون قيمة كمان هاي طبعا بيتا نات بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 فبالحالة هاي بيكون التمثيل بين المعلمات هذه المعلمات هذه المعلمة الأولى اللي قدرناها المعلمة الثانية سالبة لاحظة موجب سالب سالب موجب وبالتالي أخذت شكل بالانومال كما احنا يعني قدرناها أو ظننا بأنها ستكون حسب متعدد حدود أكستر بيع بالحالة هاي شكل هذا قريبا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون قد قدم الفائد القصوى لكم جميع أحبتي وإن شاء الله إلى لقاء خقري بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته